تعيش المدن والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عدة سنوات في ظلام دامس نتيجة استمرار انقطاع وترد التيار الكهربائي ولعدة ساعات على مدار اليوم الواحد لسيما في العاصمة صنعاء إذ بات التيار الكهربائي في هذه المناطق شبه منعدم وهو ما أثر سلبا على مفاصل الحياة بكل مستوياتها الكهرباء العمومية كلنا نعرف وهذا الكلام أنه أثناء المشاكل حصلت انقضاعة في السلوك الشيكية المولدية من المحطة الأم وضربوها في بعض الأماكن وأصبحت تالي فغير صرحة الاستعمال وتؤكد مصادر يمنية مطلعة أن ميليشيا الحوثي قامت بتدمير خمس محطات توليد مركزية كانت تغذي العاصمة صنعاء بالطاقة الكهربائية وتقدر كلفتها بأكثر من 17 مليون دولار والهدف من ذلك لتكون مولدات الطاقة الكهربائية التابعة لما في الحوث الفاسدة هي المولدات البديلة ويتهم سكان صنعاء وزارة الكهرباء بالفشل والعجز الكامل عن حل مشكلة نقص وترد التيار الكهربائي ما يجعل هذه المشكلة مزمنة ولا أفق لحلها بسبب انقطاعات المتكررة للكهرباء وبهذه الفترة يعني لم يكن هناك كهرباء إلا غير اسم اسم فقط فقط أما أنه في توليد الكهرباء للشعب ما فيش وبسبب هذا تلاحظ هناك استغلال كبير لأصحاب المولدات الكهربائية على المواطنين والقابلية كبيرة ما زاد كبيرة لأصحاب المولدات وتؤكد التقارير الحقوقية والإنسانية الدولية أن الوضع في اليمن يزداد قتامة بسبب النقص الحاد في الخدمات الأساسية المقدمة كالكهرباء والماء النظيف والعلاجات والأدوية الطبية بسبب سيطرة ميليشيا الحوثي على المدن ومنعها إيصال ما يقدم من مساعدات دولية